بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلة أنا دكتورة سوسا ناجي التميمي وهذه قناتي إذا لم تكنوا مشتركين في القناة أرجع الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد طبعا في هذا الفيديو سأحدثكم عن الوارفرين الوارفرين هو من الأدوية المميعة وهو من أشهر الأدوية المميعة ولكن هناك أسماء متعددة هذه الأسماء هي ستكون الأسماء التجارية لكن الاسم العلمي هو الوارفرين الوارفرين هو من أشهر وأرخص الأدوية المميعة طبعا هذا الدواء لا يمكن أن أحدهم يأخذوا هكذا من نفسه وإنما يصفه الطبيب لسبب معين يعني هذا الدواء دواء خطير ليس مثل لأنه بعض الناس يقولون للأسبرين مميع فيسمي الأسبرين بالمميع فيتوقع أن الوارفرين نفس الأسبرين لا الوارفرين غير الأسبرين يعني صحيح يعني هو مميع ولكن مميع خفيف تمام الأسبرين يشتغل ضد الصفائح الدموية بينما الوارفرين الوارفرين مميع يشتغل ماذا؟ يشتغل على عوامل التجلط طيب ما هو الوارفرين؟ الوارفرين هو عبارة عن يعني مضاد لعمل الفايتامين كي مضاد لعمل الفايتامين كي طيب ما هي أهمية الفايتامين كي؟ الفايتامين كي مهم جدا في ماذا؟ في تكوين عوامل التجلط في تكوين عوامل التجلط وأيضا وأيضا مهم في تكوين ماذا؟ مميعات وهذه المميعات الطبيعية هي البروتين سي والأس تمام؟ طيب الآن هو مضاد لعمل الفايتامين كي مضاد لعمل الفايتامين كي حيث أنه سيؤدي إلى ماذا؟ عندما يضاد عمل الفيتامين كي سيؤدي إلى تثبيت تكوين عوامل التجلط تثبيت تكوين عوامل التجلط والتي هي عشرة وتسعة وسبعة واثنين تجمع بألف تسعمية واثنين وسبعين هذه عوامل التجلط الثاني والسابع والتاسع والعاشر حتى لا ننساها نقول أنه ألف تسعمية واثنين وسبعين حتى لا تنسى هذه العوامل إذن ماذا سيعمل الوارفرين؟ الوارفرين سيضاد الفيتامين كي فيقوم بتثبيت فيتامين كي إبوكسايد ريداكتيز هذا الإنزايم فيتامين كي إبوكسايد ريداكتيز لما يثبت هذا الإنزايم هنا هذه العوامل التجلط لن تتكون عندما يؤدي إلى من عوامل التجلط إنها تتكون هنا سيؤدي إلى عمل سيولة في الدم عمل ماذا سيولة في الدم؟ وبما أنه يشتغل عن طريق تثبيت الفيتامين كي إذن إذا حصل نزيف بسبب الوارفرين تمام؟ هنا كيف أنا سأؤدي إلى إيقاف هذا النزيف؟ هو يضاد عمل الفيتامين كي إذن من الذي سيكون ضده؟ الذي سيكون ضده هو الفيتامين كي لذلك المضاد للوارفرين هو الفيتامين كي لماذا؟ لأن الوارفرين يعمل ضد الفيتامين كي وضحت الصور الآن طيب بماذا نراقبه؟ يعني الإنسان عندما يأخذ الوارفرين دائما يطلب منه من فحص تميع الدم يقول له هذا الشخص دائما يعني كل فترة أخرى يفحص تميع الدم ما هو الفحص الذي سيعمله؟ سيعمل الفحص يسمى PT والINR تمام؟ PT and INR أيش الفرق بينهم؟ PT مع INR بس هذا يعني مقسوم على رقم هو الINR هو نفسه PT ولكنه ماذا؟ مقسوم على رقم حتى يكون برين جمعيا تمام؟ حتى يكون برين جمعيا بحيث أنه يتفق مع أغلبية يعني كل المختبرات لأنه سيتم قسمته على ماذا؟ على رقم محدد بالتالي PT والINR هو المعامل الذي سيتم قياسه لمتابعة ماذا؟ لمتابعة تميع الدم يعني مثلا الآن الINR بالشخص الطبيعي هو واحد وما حول الواحد يعني لو زاد على الواحد قليل أو نقص قليل أوكي هذا بالنسبة للشخص الطبيعي لكن هذا الشخص قابل لتكوين جلطات أنا أخاف من جلطات هنا لا هنا دائما الINR كم يكون الهدف؟ فوق الاثنين فوق الاثنين وبعض الناس فوق الاثنين ونص ثلاثة إذن الINR لازم يكون فوق الاثنين عندما تريد أنه يكون أنه يكون هذا الشخص عنده سيولة في الدم أو فوق الاثنين ونص فيتم متابعة الINR وبناء على الINR ممكن أنه أحيانا تنقص الجرعة وأحيانا تزيد الجرعة طبعا أي شيء اللي بيلعب بهذا الدواء هو أحيانا بعض الأشخاص يذهب ويأكل الأشياء الخضراء الأشياء الخضراء تحتوي على ماذا؟ الخضروات هذه الخضراء تحتوي على الفايتامين كي إذن أنت ستضاد من؟ ستضاد عمل الوارفرين لأن هذه الخضروات تحتوي على ماذا؟ تحتوي على فيتامين كي تحتوي على فيتامين كي بالتالي سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى أنه الINR معامل التميع يقل عند هؤلاء الأشخاص ممكن أنه عندما أنت تريد يعني أنه يكون التميع بحدود معينة بالتالي لما تروح تأكل خضروات خضراء ممكن يزيد الفايتامين كي والفايتامين كي مضاد للوارفرين وبالتالي يقلل يقلل مفعول الوارفرين وبالتالي ينزل الINR عندك وبالتالي تصبح أنت عرضة لحدوث جلطات فلابد من الانتباه شخص يأخذ وارفرين ينتبه لكل شيء يعني خضروات الخضراء ينتبه لها إذا أخذ لا يأخذ بكثرة تمام؟ ولا يأخذ كل خضروات الخضراء بنفس اليوم بنفس الوقت يعني أنا هكذا أنصح أنه إذا تناولت يعني هذه الخضروات لا بأس أنه تذهب وتعمل فحص معامل التميع احتياط يعني مش ضروري أنه بيتأثر يعني مئة بمئة ولكن احتياطا لابد أنه تعمل هذا الفحص لابد أنه تعمل فحص الINR تمام؟ الINR إذن الوارفرين هذا ما في واحد مثلا يكون طبيب يريد أنه المريض هذا يمشي على وارفرين تمام؟ أنه يعطي هذا الدواء ويقول له اذهب إلى البيت ما ينفع تمام؟ ما ينفع إلا إذا كان إلا إذا كان مثلا سيعطيه مميع آخر وهذا الشخص قادر أنه يستخدم هذا المميع في البيت مثل بعض الأشخاص يعني لا يعني أنه واحد مثلا عنده جلطة في رجله أو حتى حتى الآن في الكتب الـ updated يعني حتى الجلطة الرأوية في بعض الأشخاص عندما تكون يعني خفيفة وما يكون هناك في أي شيء يدعو للقلق بعد ما يتم تقييم الحالة ممكن المريض هذا يعالش في البيت لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة هل المريض هذا سيمشي على وارفرين؟ حتى لو كان سيمشي على وارفرين القضية أنه هذا الدواء بالبداية لا ينعطر وحده أبدا أبدا الوارفرين ما تقدر تأخذه الوحدة لماذا؟ لأنه مثل ما أخبرتكم في البداية أن الوارفرين سيعمل تثبيت لماذا سيضاد الفيتامين كي وبالتالي سيؤدي إلى تقليل عوامل التجلط ومميعات طبيعية ما هي المميعات طبيعية؟ بروتين سي أند اس ما الذي لوحظ؟ لوحظ أن الأشخاص الذين عندما يأخذ المريض الوارفرين بالبداية البروتين سي الذي هو ماذا؟ مميع هو الآن ما في مشكلة الآن ستقولون كيف يثبت المميع ويمنع الجلطات ستقولون كيف يثبت المميع ويمنع الجلطات هو ما ثبت المميع لحاله ما ثبت المميع الطبيعي لحاله هو ثبت المميع الطبيعي وثبت ماذا؟ وثبت معاملات يعني عوامل التجلط وثبت عوامل التجلط إذن خلاص الآن ما في تجلط سيؤدي إلى ماذا؟ إلى سيولة في الدم لكن ما هي الخطورة؟ الخطورة أنه هو يثبت المميعات هذه يثبت المميع قبل ما يثبت المجلط إذن الورفرين في البداية يعني أول أيام سيؤدي إلى تثبيت المميع المميع يقل قبل عوامل التجلط المميع سوف يقل قبل عوامل التجلط بالتالي في الأيام الأولى عندما يقل المميع والمجلط لا زال موجود ما الذي سيحدث؟ ستحدث جلطات بالتالي أخذ الورفرين لحاله إذا أخذته لحاله في البداية ممكن هذا الدواء نفسه يؤدي إلى حدوث جلطة بالتالي ما الذي يأخذ؟ يأخذ خلال خمسة أيام من بداية استخدام الورفرين مميع آخر يستخدم مميع آخر معه تمام؟ يستخدم الهيبارين يستخدم الهيبارين سواء unfractionated heibarين يستخدم معه الهيبارين او دواء اخر يسمى الفندبارينوكس اذا يستخدم معاه مميع خلال خمس ايام او حتى انه مثلا الان الان ار ارتفع وصار الان ار بالتارجت بالهدف اللي هو اثنين بس مش مجرد ما يصير الان ار اثنين ان توقف مباشرة هذا توقف المميع الاخر لا اذا وصل الى التارجت يعني قبل الخمسة الايام مثلا وصل الان الى التارجت وهو الاثنين ما تذهب توقف المميع الاخر مع الورفرين لا وانما تستمر 24 ساعة يعني الان وصلت للهدف استمر بالمميع الاخر لمدة يوم لمدة يوم بعد الوصول الى الهدف تمام بعد ذلك خلاص وقف المميع الثاني ويستمر المريض على الورفرين اذا فهمنا ما هو السبب انه الورفرين بالبداية ما يستخدم لحاله ممنوع من عبادة انه تستخدمه لحاله لانه بالبداية مثل ما ذكرت لكم سيؤدي الى تثبيت المميع قبل المجلط وبالتالي سيؤدي الى حدوث جلطات وبالتالي في المرحلة هذه انا لازم اخلي معاه مميع اخر المميع هذا يكون تحت الجلد ولا عن طريق الوريد تمام وبالتالي بعد ذلك خلاص ستستمر على الورفرين لذلك الورفرين ما ينفع تلعب فيه ابدا ابدا هناك ناس يعني اعرف ناس كثيرين تعرضوا لجلطات تعرضوا لجلطات يعني بالرجلين او تعرضوا لجلطات في الرئات يعني جلطات متعددة لماذا؟ بسبب استهتارهم بهذا الدواء ما ينفع هذا الدواء اي مريض يمشي الطبيب على مميه هذا مو اسبرين هذا ليس اسبرين هذا مميه سيولة يعني انت ما كتب الطبيب لك الا لانه انت عندك يعني قابلية كبيرة لتكوين جلطات فالحذر كل الحذر بالاستهتار بهذا الدواء طبعا في يعني يعني في ادوية اخرى ما تحتاج متابعة في ادوية اخرى ما تحتاج الورفرين المفترض هو رخيص دواء رخيص وجميل انك تتابع هذا الدواء تتابعه عن طريق لاينار في ادوية ادوية اخرى جديدة تمام سوى نواكس او هذه الادوية الجديدة او الدواء هذه ما تحتاج انك تتابعها لكن مش بكل الاحيان انت بتقدر تستخدمها بديلة عن الورفرين الورفرين لا زال لا زال ما تقدر تستغني عنه في حالات مثلا مرضى عندهم مشاكل في الكلاء مشاكل متقدمة في الكلاء مرضى عندهم سمنة زيادة مرضى عندهم يعني صمامات صناعية هؤلاء المرضى ما ينفع تستخدم لهم دواء غير الورفرين لحد الان لحد الان ما ينفع تستخدم لهم دواء اخر غير ماذا غير يعني بديل عن الورفرين خطورة الوارفرين ماذا؟ إنه ممكن يؤدي إلى نزيف إنه ممكن يغتفع الـ INR بشدة ويؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى النزيف بس لا يعني إنه بيؤدي إلى النزيف إنه اللي ما شعل الوارفرين يقول أوه هذا دواء خطير يؤدي إلى النزيف أنا بتركه ما فيه أنت كتبه طبيبك لك بمعنى إنه أنت في حاجة لهذا الدواء الدكتور عارف إنه أدي إلى نزيف ما كتبه هكذا يعني عبثا لا وحدد لك المدة حدد لك المدة يعني مثلا مريض عنده جلطة رأوية أو عنده جلطة بيرجله أو كذا يكون الطبيب قد حدد له مثلا ثلاثة أشهر مثلا ستة أشهر مثلا طول العمر مثلا على حسب هذا الدواء ما عليك إلا أن تتابعه شي مهم جدا ما تأخذ أي دواء إلا عندما تعلم الصيدلاني بأنه أنت ماشي على ورفرين ماشي على ورفرين أي شخص الآن عنده المميع يحفظ ماذا؟ يذهب وينظر إلى الاسم العلمي وليس التجاري الاسم العلمي أنا دايما عندما أتحدث عن الأدوية أنصح المرضى بأنه يحفظ الاسم العلمي وليس التجاري أين يوجد الاسم العلمي؟ امسك البكات تبع الدواء مكتوب كل حبة تحتوي على بعد كلمة كل حبة تحتوي على سيكتب لك ماذا؟ الاسم العلمي الاسم العلمي الاسم الكبير لفوق البكات هذا الاسم التجاري هذا اسم الشركة تمام؟ فأي شخص ما أشي على وارفرن لا بد أنه ينتبه ولا بد أنه يتابع الـ INR ولا بد أنه إذا أخذ خضروات أو أخذ أداء أنه يتابع الـ INR كذلك حتى إذا نزل أو شيء يراجع طبيبه وممكن خلال هذه الفترة مثلا يزيد الجرعة بينما يعدل الـ INR ولا يستهتر يوم يأخذ يومين ما يأخذ إلا إذا قال له الطبيب لأنه أحيانا الطبيب يقول لك مثلا تأخذ مثلا ثلاثة أيام في الأسبوع لكن هذا ليس من رأسك أنت اختراع لا هذا تمشي بانتظام تمشي على هذا الدواء بانتظام ما تقطع نهائيا إلا عندما يقول لك الطبيب وقف هذا الدواء إذن لا نلعب بهذا الدواء طيب الآن أنت تأخذ هذا الدواء وزميلك مثلا أو زميلتك قالت لك مثلا يعني جارتك قالت لك إنه تمام الأسبرين ما ينفع أنت عندما تأخذ هذا الدواء وتأخذ مع أسبرين نسبة النزيف تزيد يعني ما تأخذه إلا إذا حددوا لك طبيب طبيبك مثلا طبيبك هو الذي حددوا لك لأنه لا يستحسن أخذ مميعات أخرى يعني مثلا الأسبرين مضاد للصفائح الدموية ضد عمل الصفائح الدموية البلافكس الكلوب دقريل هو ضد عمل الصفائح الدموية لا يفضل استخدام يعني مميعات أخرى تمام صحيح إنه هذه لا تسمى بمميع أنت بليتلت هذا يعتبر مميع الصفائح هذا الورفرين ولكن لا يفضل لماذا؟ لأنه استخدام أدوية أخرى يعني تلعب على عملية التجلط هذا سيؤدي لإحتمالية حدوث نزيف بشكل أكبر بالتالي ما تذهب تأخذ معاه من عندك يعني تأخذ أسبرين كذلك بعض الناس عنده وجع بالمفاصل تمام؟ عنده وجع بالمفاصل عنده وجع أسفل الظهر إيرحيا أخذنا نسترويدا لأخذ أدوية الوجع هذه اللي هي نسترويدا الأبوبروفين كيتوبروفين وبأسماء تجارية ما ينفع مضادات الألم هذه ممكن تكون نانسترويدا أغلبية مضادات الألم اللي تباع بالسوق مش بندول وإنما نانسترويدا لما تأخذ نانسترويدا وانت ماشي على ورفرين احتمالية حدوث النزيف تزيد جدا 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 بالذات أنه أنت عندك معامل التميع تميع دمك زائد بالتالي لما تأخذ نانسترويدا نانسترويدا الذي ممكن تعمل جرح بالمعدة مجرد يعني الآن معامل التميع مرتفع التميع عندك زائد ويحدث قرحة مثلا أو مش قرحة أنت عندك يعني أي أي تخريش بجدار المعدة ممكن يؤدي أو ممكن يؤدي في الجهاز الهضمي ممكن يؤدي لماذا ممكن يؤدي إلى نزيف شديد بالتالي ما ينفع شخص ماشي على مميعات وبالمناسبة بالمناسبة حتى الأسبرين الشخص الماشي على الأسبرين يحذر أنه كذلك رح يستخدم أدوية الأدوية المسكينة للألم هذه إلا إذا أوقف الأسبرين أنه استخدام هذا مع هذا الاثنين أصلا يؤدي إلى ماذا حدوث تخريش بجدار الجهاز الهضمي تمام وبالتالي ممكن يؤدي إلى حدوث قرحة وبالتالي ممكن يؤدي إلى حدوث نزيف حتى بغياب الوارفرن حتى بدون وجود الوارفرن ما ينفع أنه واحد يستهتر بهذه الأدوية يعني وأخيرا إذا أتأل المريض وكان عنده معامل التمييو عالي تمام وكان عنده ما في نزيف ولا شي هنا الطبيب سيوقف الوارفرن إلا إذا كان أكثر من عشر سوف ينعطى المريض فيتامين كي تمام لكن إذا في نزيف خلاص هنا المريض ماذا سيعطيه الطبيب سيعطيه فيتامين كي وريدي وكذلك ممكن يعطيه بروثروم كوملكس كونسنتريت هذا يحتوي معك بروثروم بين كوملكس كونسنتريت ثلاثة فاكتور في أبو أربع فاكتور اللي هو أربع عوامل ما الفرق بين ثري فاكتور هذه الأطباء ما الفرق بين ثري فاكتور وفور فاكتور الثري فاكتور معك البروتين سي والعامل واحد تسعة واثنين بينما الفاكتور اللي هو فور فاكتور أربع عوامل هذا سيزيد على ثري فاكتور بماذا بالعامل رقم سبعة تمام بالعامل رقم سبعة سبعة يعني في يعني في عملية الورفرين انك يعني تضاد عمل الورفرين لا ما ينعطى الورفرين لا اما ستعطي الفيتامين كي ممكن اذا احتجت تعطي البروترون من كوملكس كونسنتريت اما فكتور ثلاثة ثري فاكتور او يعني ابو ثلاثة عوامل او ابو اربعة فاكتورس اللي هو زائد على الثري فاكتور مثل ما ذكرت لكم بالفاكتور رقم سبعة في الاخير اتمنى ان يكون الفيديو قد نال اعجابكم اذا اعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكذلك الاعجاب بالفيديو حتى يصل الى اكبر عدد من المشاهدين وفي امان الله